قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم الشرعي يرغب في ضم بانو للمنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس أحد النجوم المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يكشف عن نقطة قوة إيران قبل مواجهة في كأس العالم صدمة داخل المنتخب المغربي قبل مواجهة طنزانيا القوية والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار الشرعي يرغب في ضم بانو للمنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس يتجه عصام الشرعي إلى ضم حارس الدولي المغربي ياسين بانو المحترف في صفوف فرق الحلال السعودية إلى المنتخب الوطني الأولمبي من أجل المشاركة معه في أولمبياد باريس 2024 وأكد موقع العرب الجديد نقلا عن مصدر مقرب من عصام الشرعي أن الأخير اقتنع بضررة ضم حارس الهلال السعودية ياسين بانو إلى الصفوف الأولمبياد المغربية خلال فترة الألعاب الأولمبياد في باريس وأضف المصدر ذاته أن قرار عصام الشرعي جاء بعدما أدرك أن الحارس الحالي على أبل العروش المحترف في الصفوف نادي السرسبورغ الفرنسية لم يتحسن مستوه الفني والبدني ويصابق المنتخب الوطني الأولمبياد الزمن من أجل الاستعداد بشكل جيد لدورة الألعاب الأولمبياد التي ستجرى الصيف المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس أحد نجوم المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يكشف عن نقطة قوات إيران قبل مواجهته في كأس العالم تحدث لاعب المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أيوب شيخون عن المقابلة المرتقبة أمام إيران غدا نتلتها لحساب ثم نهائي كأس العالم المقام في إندونيسيا وأكد شيخون في تصريح لقناة الرياضية أن الاستعدادات تمر بشكل جيد وأن جميع اللاعب على درية بقوة المنافس وعلى وعين تامين بضررة تقديم كل ما لديهم للانتصار والعبور إلى دور ربع نهائي المنافسة وقال اللاعب سنواجهه منتخبا قويا ويعد الاندفاع البدني أبرز لقد قوتها لدى علينا أن نكون في كامل جاهزيتنا للقاء وتابع مطالبون بالتعامل مع المباراة جيدا ولدينا كل الإمكانيات للتأهل خاصة أننا نريد الذهاب لأبعد نقطة ممكنة في هذه النسخة وتمشيخون أتمنى أن تكون عائلة فخورة بأن يكون الوطن أيضا فخورا بنوى بما نقدمها الجمهور المغربي من العوامل التي ستحفزنا للفوز على إيران صدمة داخل المنتخب المغربي قبل مواجهة طنزانيا القوية يواجه المنتخب الوطني المغربي لكراس القدم غدا التلتاء مضيفه منتخب طنزانيا على أرضية ملعب بنيا من مكابا برسم مباراة الجولة الثانية من التصفية الأفراقي المؤهل لكأس العالم 2026 وعرف ملعب مواجهة الأصود أمام طنزانيا خوض مجموعة من المباريات في الأيام القليلة الماضية ما جعل حالة العشب تتضرر وشهد ملعب بنيا من مكابا احتضان ثلاث مباريات في أربعة أيام ويتعلق الأمر بكل من مواجهة بروندي أمام غامبيا يوم السادس عشر من نوامبير وبروندي أمام القابون يوم التاس عشر من نفس الشهر بالإضافة إلى مباراة غامبيا أمام الكوديفور اليوم الاثنين وستكون مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام طنزانيا هي الرابعة في الملعب المذكور علما أنه احتضن أيضا بعد المباريات في الدورة الأفراقي لكرة القدم ومن خلال الصور تظهر أرضية الملعب كارتية قبل المواجهة المنتظرة وهو ما سيصعب من مهمة لعب المنتخب الوطني المغربي في اللعب على ملعب بهذه الضروف الرقراجي لدينا أسماء ما زالت مصابة ومواجهة طنزانيا لن تكون سهلة أكد الناخب الوطني وليد رقراجي على أن مباراة الغد أمام منتخب طنزانيا لحساب الجولة الثانية من تصفية كأس العالم لن تكون سهلة مرضفا نحترم منتخب طنزانيا وندرك أنه محفز فوق العادة لمواجهتنا هي مباراة العام بالنسبة لها لذلك فالمأمورية لن تكون سهلة وأشار رقراجي خلال ندوة الصعفية التي عقدها في دار السلام إلى أنه منزل لم يحسن بعد في التشكيلة التي سيتمد عليها في مباراة الغد أمام طنزانيا موضحا استعدنا بعض اللاعبين وهناك أسماء أخرى ما زلت مصابة لم أحسن بعض في التشكيل لكنني واثق من أن جميع اللاعبين الذين سيشاركون في المباراة سيقدمون أفضل ما لديهم لتحقيق نتجة إيجابية في مستهل تصفيات وقال رقراجي طريق الوصول إلى نهاية كأس العالم 2026 ما زال طويلا مرضفا أول المحطات هي مواجهة طنزانيا وهدفنا هو تحقيق نتجة إيجابية في مستهل تصفيات والمواصلة على المنوى لنفسه لإنهاء هذه المرحلة في صدارة المجموعة النفوز غدا لا يعني أننا سنذهب إلى المونديال والعكس الصحيح وضف رقراجي أن المجموعة وعية بحجم المسؤولية وبأهمية مباراة الغد مرضفا نعرف أن كرة القدم تطورت وعلينا القطع مع أفكار وجود مبارية سهلة الأمر النفسه ينطبق على مباراة الغد التي لن تكون سهلة وعلينا أن نكون في أتمي التركيز للضفر بنقاط المواجهة خصوصا وأن تنزانيا عززت ثقتها في النفس بفوزها على النجر عن الجولة الأولى من التصفيات وعبر المتحدث نفسه عن ارتياحه للأجواء العامة في دار السلام مؤكدا أن باعتد المنتخب المغربي حضيت باستقبال جيد من طرف الجمهور التنزاني الجامعة الملكية المغربية توافق على استضافة مباريات سبع منتخبات فرقية لتصفيات مونديال 2026 أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المغرب سيستضف خلال شهر نومبر الجهر سبع مباريات لمنتخبات فرقية ضمن التصفيات المؤهل لنهائية كأس العالم 2026 وذكرت الجامعة في بلاغ أنه في إطار تفعيل بناد اتفاقيات الشركة والتعاونة التي تجمع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومجموعة من اتحادات الكروية الإفريقية وفقت الجامعة على طلب العديد من المنتخبات بإجراء مباريتها بالمغرب وضف المصدر ذاته أن المغرب سيحتضن المباريات التي ستجمع بين إتيوبيا والسيراليون بملعب العبد بالجديدة في الخامس عشر من نومبر الجاري وبوركنفاسو وغينيا بيصاو بالملعب الكبير بموراكوش وغينيا وأغاندا بالملعب البلدي ببركان في السابع عشر من نومبر الجاري كما سيستضيف مباراة نيجر ضد تنزانيا بالملعب الكبير بموراكوش في الثامن عشر من نومبر الجاري ولقاءة شاد ضد مدغشقر بالملعب الشرفي لوجدة في العشرين من نومبر الجاري وعلوة على ذلك سيحتضن المغرب في الواحد والعشرين من نومبر الجاري مبارية الصومال ضد أغاندا بالملعب البلدي ببركان وأتيوبيا ضد بوركنافاسو بالملعب العبدي بالجديدة والنجر ضد زامبيا بالملعب الكبير بمراكش وصوتومي ضد ناميبيا بالملعب الكبير بأغادير وعلوة على ذلك سيحتضن المغرب في الواحد والعشرين من نومبر الجارية مبارية الصومال ضد أغاندا بالملعب البلدي ببركان وأتيوبيا ضد بوركنافاسو بالملعب العبدي بالجديدة والنجر ضد زامبيا بالملعب الكبير بمراكش وصوتهم ضد ناميبيا بالملعب الكبير بأغادير قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم الشرع يرغب في ضم بانو للمنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس أحد النجوم المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يكشف عن نقطة قوات إيران قبل مواجهة في كأس العالم صدمتون داخل المنتخب المغربي قبل مواجهة طنزانيا القوية والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار